حق فريق الإسماعيل الفوز على فريق نجمة سينة بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت من أجل الاستعداد لمواجهة المصر البورسعيدي المقرر لها الخميس المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية وجاءت أهداف الإسماعيلي عن طريق أحمد مدبولي ومروان حمدي وصالح جمعة ووقر حمزة جمل وعمر الساعي في المباراة التي أشرك فيها حمزة جمل المدير الفاني للدرويش اللاعبين البدلاء والذين لم يخدوا مواجهة امبي التي فاز بها الإسماعيلي بسلسة أهداف مقابل هدف بدأ الإسماعيل المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراس المرمى وكريم عرفات وياد العسقلاني وعماد حمدي ومصطفى فارس في الدفاع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وعبدالله السعيد ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وفي الهجوم محمود الشبراء وتطلع جهاز الدرويش للارتقاء بالجوانب البدنية لللاعبين فضلا عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية خاصة في ظل المعنوات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة برقلات الترجيح بجانب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف في آخر ظهور بالدوري وهو الفوز الذي حفظ على سجل اللاهزيمة في عشر مباراة على التواري في الدوري الدوري